الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية عدم الأنصياق وراء التشكيك المتعمد والأراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف أثار التلوث من المركبات وتيسير حركة مرورية بشكل سالس جاء ذلك خلال تفاقد الرئيس سيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاول بالقاهرة الكبرى وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي قام بالاتمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لأرائهم قدم الرئيس عبد الفتاح سيسي خالص تقدير واحترام الفلاح ومزارع مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم وقال الرئيس سيسي أن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبدل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة وضف الرئيس سيسي أن توجيهاته المستديمة للحكومة ستظل ببدل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاحة وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياته من معيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وأيضا تقديم حوافز مالية إضافية للتوريد إنتاجهم من المحاصيل يعلن قصر باكينجهام اليوم تشارلز الثالث ملكا رسميا للمملكة المتحدة ويكتمع مجلس الخلافة اليوم في قصر سانت جيمس على أن يطل الإعلان بعد ساعة من ذلك من شرفة القصر ومن ثم في كل مقطعات المملكة المتحدة كان الملكة تشارلز الثالث ألقى خطابه الأول بصفاته ملكا حيث تعهد بخدمة البريطانيين طوال حياته مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين عقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اجتماعا افتراضيا مع كل من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كورونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكين اطلع خلال الاجتماع المنعقد أثناء وجوده في بروكسل اطلع نظرائه على زيارته لأوكرانيا بما في ذلك مناقشات مع الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانيسكي ووزير الخارجية ديمترو كوليبا ومن جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وأعادوا التأكيد على التزامهم القوي بدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سجلت أصين ألف وثلاثمائة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا منها مائتين وتسين إصابة مصحوبة بأعراض وألف وتسين بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل الوفيات عند خمسة ألاف ومائتين وست وعشرين حالة وأشارت بنات السلطات المحلية إلى تسجيل العصمة بكين ست عشر إصابة جديدة مصحوبة بأعراض وعدم تسجيل أي حالات بدون أعراض ورياضيا حصد منتخب مصر للكاراتي 19 ميداليا من بينها خمس ذهبيات وست فضيات وثماني برونزيات في منافسات اليوم الأول لبطولة شمال إفريقيا للكاراتي التي تصدفها تونس لمدة ثلاثة أيام ومشاركة خمس دول هي مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ويشارك في بطولة شمال إفريقيا للقاراتي 323 لعبا ولعبا من بينهم 77 لعبا ولعبا من مصر و117 من تونس و78 من الجزائر و49 من ليبيا ولعبان من موريتانيا ختم مجزء الثامنة فاصل معرض لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر